ترجمة نانسي قنقر وعديات المنطقة والعالم كان التاريخ ولا يزال شاهدا على نموذج فريد من العلاقات الثنائية المشتركة بين بلدين شقيقين برهنا بحكمة قادتيهما والتضاح رؤيتهما على عمق ما يربطهما من تاريخ طويل من المنجزات البارزة وتشارك وثيق في معالجة التحديات المحدقة وكم كبير من التوافقات الاستراتيجية على مختلف الأصعدة وبالنظر إلى الواقع السياسي والعسكري الذي تمر به منطقتنا برز التعاون العسكري بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بروح الأخوة وعزيمة وشجاعة صاغها أبطال وبواسل كل البلدين في ميادين الشرف والفداء بقيادتين حكيمتين لم ترضيا يوما لبلديهما من المتربصين هوانا ولا ضعفا ولا انكسارا ولإستمرار هذا التعاضد العسكري والأمني بين كلا البلدين كان لزاما تحقيق بنية رصينة من الاتفاقيات والمعاهدات المشتركة بين البلدين لتنظيم هذا التعاون بشكل مثالي يضمن تحقيق أفضل نتائج في تطوير الخطط والاستراتيجيات الدفاعية والهجومية ورفع كفاءة منتسبي القوات العسكرية والأمنية وتطوير النظم العسكرية البحرية والجوية والبرية من خلال جملة من التمارين المشتركة والتحالفات الاستراتيجية في مختلف الميادين وفي ظل التحديات الإقليمية والدولية المتمثلة في خطر الإرهاب بذلت البحرين والإمارات جهودا حثيثة للتصدي لإرهاب الدول وإرهاب الميليشيات وذلك من خلال التحالفات العسكرية والأمنية المتينة مع أبرز قوى المنطقة والعالم وهو ما أثبت نجاح جهودها خلال الفترة الماضية في نجاح مشاركاتها العسكرية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بالإضافة إلى مشاركتهم الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية علاوة على ما يجمع البلدين الشقيقين من تحالفات استراتيجية مهمة تتفرع عنها تشاركات عسكرية متينة ومن أبرزها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية وغيرها من التكتلات المهمة على مستوى المنطقة والعالم وذلك نظرا لما توليه قيادة كلا البلدين الشقيقين من اهتمام تضعه نصب أعينها لضمان الحفاظ على أمن واستقرار البلدين الشقيقين ومصالح شعبيهما وتطلعاتهما في مختلف المجالات يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر